ممكن احنا كان عندنا حلقة تسجيل يوم الثلاثة وكنت مروحة وزملتنا إيمان عثمان معايا في العربية وحصل حادث صعب جدا على المحور وناس كتير عربيات كتير للأسف قيت مرة أقول لسوسو ما تسوق إيش يا سوسو ما لجيش في سواء يا سوسو مرة طبعا أنا ما بسوقش ففي عربية يعني جات بسرعة لكن في كل الأحوال لطف ربنا الحمد لله يا رب بالنسبة اللي اللي حصل وان احنا نبقى خرجنا سلام والإكروبات اللي حصلت وصحيح الواحد يعني مضروب علق جامدة وفيه يعني حاجات بس الحمد لله كلها حاجات خفيفة في لحظة ما كده بتحس ان ربنا بيحضنك وبيطبطب عليك رغم الخطر الكبير ورغم ان انت يعني ان انت في لحظة ممكن تشوف الفعلة الموت بيعنيك وان الحياة ممكن تخلص في لحظة ربنا يسلم طريقكم بلاش الناس تجري بسرعة لازم نربط حزام حتى لو احنا انا عادة وراء فلازم نربط الحزام دي حاجة مهمة وخبرة لازم نستفيد بيها ممتنة جدا لكل الناس اللي سألت علي وبعتزر لناس كتير جدا معرفتش ارد على اليوم لان كان فيه يعني حاجات كتير واشعاته وحاجات فالحمد الله الحمد لله الف حمد شكر يا رب وبشكر العلاقات العامة والصحافة في وزارة الداخلية كانت استجابتهم سريعة جدا بعد ما كتبنا على الفيسبوك بشكرهم كل الشكر كل الشكر للمرور بجد رجال مرور في مصر حاجة مشرفة وفاخرة وبشكر برضو كتير جدا من صحفيين وأخص الكاتب والزميل يسري البدري كل الشكر يسري طبعا من اهم واكبر محرري ومحقيقي الحوادث في مصر وبجد يعني سؤاله طول الوقت وفي اللحظة يعني بين كل مكالمة ومكالمة مكالمة وطول الوقت بيتطمن وعمل يعني أداء كويس جدا مع العلاقات العامة في وزارة الداخلية والمرور بنشكرهم جدا جدا ممتن لكل الناس وشكرا لسؤالكم وربنا ينجيكم ويحفاظكم جميعا ألف سلام عليك يا سوسو والحمد لله قدر الله مشاء فعل وأي حاجة بتيجي في الحديد إلا أن الأرواح دي أهم حاجة وأنا بضم صوتي لسرعة تفاعل لوزارة الداخلية والعلاقات العامة أنتوا يعني ما حصلتوش يعني شخصيات محترمة إلى أبعد حد الأنترو بتاعنا النهاردة والموضوع بتاعنا النهاردة يعني رائع شكرا بس في حاجة مهمة لازم نقولها النهاردة جماعة ساعة خمسة متش المغرب و المغرب النهاردة والبرتغال إن شاء الله يعني أيا ما كان النتيجة فالمغرب عامل بطولة كبيرة يا جماعة إحنا بالنسبة لنا إحنا العرب كأن المغرب خاد كاس العالم إن هو يوصل للمرحلة دي وبالمستوى ده وبالروح ده وبالأداء ده إن شاء الله كل الأمنيات ساعة خمسة بنتمنىها ونبقى على قلب رجل واحد وأين ما كانت النتيجة إحنا سعداء بالمغرب سعادة خاصة جدا وممتلين لها متنان كبير جدا